على وقع الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية احتجاجاً على ترد الأوضاع المعيشية والفساد المستشري في البلاد السراج يدعو الجهات الرقبية والقضائية لتحديد مواطن الفساد ومحاسبة الفسدين السراج دع النائب العام والجهات الرقبية إلى مباشرة التحقيق وإيقاف كل موظف بالدولة تورط في شبهة فساد متواعداً بأن الحكومة لن تتستر عن أي مسؤول ثبت تورطه بالفساد وعلى رأسهم من أغلق النفط الذي يعد أهم مصدر لحياة الليبيين ويهدد بعجز الدولة عن دفع مرتبات الجهات الحكومية ومن ضمن الملفات الشائكة التي لم تسلم من الفساد وغياب الإدارة الفعالة ملف الكهرباء حيث أكد السراج أن أزمة الكهرباء معقدة ومتراكمة منذ عقود وتفكيكها يحتاج إلى تعاون وثيق بين كافة إدارات الدولة كاشفاً عن وجود أياد سوداء في بعض محطات التوليد لا تلتزم بتعليمات إدارة الشركة بطرح الأحمال ما تسبب في إضلام تام أكثر من مرة وكانت تقارير من ديوان المحاسبة تحدثت عن وجود فساد وتجاوزات مالية كبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء بليبيا وأن أموال طائلة صرفت للشركة على مدى سنوات لكن ذلك لم يأتي بأي نتيجة حيث لا تزال الشركة تعاني من عجز كبير في أدنى حاجيات المستهلك من الكهرباء ملفات فساد كبير يعتري العديد من المؤسسات الحكومية في ليبيا كانت كافية لوصول الوضع الاقتصادي بالبلاد إلى منعطف خطير تراكمت فيه الأزمات على المواطن في ظل استمرار إغلاق النفط الذي يعد أكبر فساد من قبل حفتر ما أثقل كاهل الدولة ويهدد اقتصادها بشكل خطير ترجمة نانسي قنقر